ومازالت مصر تواصل دعمها لقوى النعمة وسعيها أيضا وراء حقها الأصيل في ريادة الحضرية حيث افتتحت وزيرة الثقافة إناس عبدالدائم معرضا لنتاج منحة الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني دفعت الفنانة جاذبية سري والذي أقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما وقدمت عبدالدائم التهنئة للشباب الحاصلين على المنحة وقالت إنها تهدف إلى إطلاع الجيل الجديد من مفردات قوى مصر النعمة على التوجهات الحديثة في عدد من المجالات الفنية مشيرة إلى أن انتاج مواد إبداعية تحمل الطابع المصري وتواكب التطور العالمي يؤكد على الريادة الحضرية للوطن